بيان وزارة البترول لأنه ده موضوع مهم جدا كمان كان فيه مشكلة أنه كان فيه حكم كان صادر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في دعوة تحكيمية كانت مقامة من شركة يونيون جاز الأسبانية ضد جمهورية مصر العربية حين الوزارة قالت في هذا البيان البيان الرسمي أمس لسه طالع من برحة الأربع أنه صدر مؤخرا حكم من هيئة التحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون جاز الأسبانية بمبلغ وقدره 2 مليار و 13 مليون و 71 ألف دولار أمريكي الوزارة قالت كمان في توضحها أنه خلفية النزاع ده الحقيقة هي متكلمة عنه أنه خلفية النزاع بترجع إلى قيام الشركة دي شركة يونيون جاز الأسبانية من أربع سنين بالزبط رفعت دعوة تحكيمية ضد الدولة المصرية وطلبت في الدعوة دي أن يتم إلزامها بتعويض يقارب 4 مليار دولار بزعم أو هكذا تقدمت الشركة أناذاك أنه في إخفاق من شركة إيجاز المصرية المملوكة للدولة المصرية في أنها تورد لها كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبين شركة إيجاز وشركة يونيون في كلامتها كان سنة 2000 وبيلزم إيجاز ببيع كمية من الغاز لشركة يونيون جاز وده اعتبارا من تشغيل المصنع في يناير 2005 عقب ثورة يناير 2011 وده برضو جاي فيه توضيح الوزارة وما أعقبها من أزمات الأمر الذي أدى لانخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وده كان نظرا لحالة القوة القاهرة النتيجة عن تلك العوامل الخارجة الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاز وقالت كمان أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام الحقيقة ما عندناش تعليق نقوله لأنه هكذا كان الرد الرسمي من وزارة البترول أنا أعتقد أنه يعني مع طبعا التعامل مع فكرة هذا الحكم الذي صدر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي للتسويق منزعات الاستثمار أنا أعتقد أنه حيكون فيه كمان يعني مزيد من التوضيح أو التحقيقات داخليا هنا أنه إحنا عارفين أن بعد صورة يناير سنتين ثلاثة بعد صورة يناير حيث تقريبا كل حاجة وقفت عندنا يعني الخدمات العامة الغاز الكهرباء اللي كان بتقطع كل خمس دقايق كل حاجة عندنا للأسف تعطلت وبالتالي ده كان فيه جزء من الضرر على هذه الاتفاقية وما قدرتش مصر في هذا الوقت أن تؤمن هذه الكميات من الغاز المنصوص عليها في العقد خلونا